سؤالي الواضح والمباشر لك ومستنيونه جمهوري الزمالك راجل كان نجلك في الملعب السنة اللي فاتت ايه حجم التغيير اللي حصل ما بين زمالك الموسم الماضي وزمالك الموسم الحالي زمالك موسم ماضي كنا هنا حتى وفي كل مكان نطلع نشيد بكل تفصيلة فيه داريا وفنيا وعلى مستوى اللاعبين وعلى مستوى الإخلاص والروح ازاي يحصل الدروب الكبير دوت في فترة زمانية قليلة انا مش مكلمك انه الزمالك في دليقق او يعني لقدة الله مستوى بيقل شوية شوية اه لا احنا بنتكلم في فجأة السكوت فجأة ليه احنا عادنا فترة الكد كان مقوف عندنا فترتين واربعة فكانت هي دي المجموعة اللي بتلعب الموسم ده والموسم النص اللي كان بتاعت جينا بعد ما خلص الكد تفاك كان فيه عقوق كتير خلصت ولعبه مؤثرة يعني كبيرة جدا زي طارق حامد وبنشارقي وكانساسي كان ماشي قابليهم ومجبل وكترة ونجم ونجم فجل اللعبة اللي احنا نزانك تعاقد معها ما قدرتش تخش الأجواء بسرعة وخاصة ان هما جون في نص الموسم يعني هما ما حضرواش معاك فترة اعداد ولا هما جون في نص الموسم او معظمهم جون في نص الموسم فدي انا حاس ان هي اللي عملت فجوة جمهور نزانك ماستحملش النتاج تبقى سلبية طبيعي طبعا واللعبة ماستحملتش الضغط فدي الصورة النهائية اللي ظهرت قدام الناس الموسم دو الشكل اللي مش عاجبه جمهوريه بس استيل فيه قوام اساسي يعني ما هو زيزو موجود سيف جزيلي موجود سيف جافر دخل مع يوسف وقسامة نبيه مع اتنين حراس كانوا موجودين محمد صبحة ومحمد عواد مع الوينش لما رجع من الصباح ويا ربنا يشفي لما اصيب تاني معاك حسام عبد المجيد كان موجود بشكل رائع جدا في الموسم الماضي نحي الشمال موجود فيها فتوح وفيها عب شايف وفيها عبدالله جمعة يعني حد حمز المسلوسي كان موجود من فترة فأنت تتكلم فبرضو قوام اساسي بتقول ثلاث عناس الخارج الناس اللي خارجت مقوام تقيلة يعني مؤثرة جدا ما احترامي اللي أنا قلتهم كله في ناحية الشمال قعدنا فترة تصابه كتير قوي يعني نحن نلعب بحتم سكر باكليفت اللعيب لسه ناشي وواعد وانا في المنتخب وانا بسوط نورا منتخب دي دي أثارت ان طارق كان مثلا وجوده في نص ملعب نهدي كمثال بطارق دي كبير قوي في نص الملعب كان بيديك دايما الدفاع معنوية ان انت دايما عايز تكسب الحاجات دي لازم تقول متوفرة الشخصية كمان تتكلم بس على الإمكانات الفنية لا انا مش عايز الناس كلها زيزوا في الملعب الإمكانات اللي بيعجب جمهوره مؤثر جدا طبعا بس انت هتحتاج حد زي طارق حد زي الوينشي يعني ربانيز فيه الاصابتين اللي ورا بعض أسروا جامد قوي عندنا في خط الدفاع فخروج محمود علاء برضو انا كنت زعلان من الهجوم عليه قبل ما يخرج من نادزة مالك لانه لعيب مؤثر ولعيب دولي لعيب بتحتاجه في كل مطسطة كبيرة بتلاقيه فانا شايف كدده كان خلل كبير جدا وده مش تقليلا من اللعيبة اللي جات من نادزة مالك بس هو بتبقى امكانيات ان واحد يقدر يستحمل الدغوطات بتاعت الاندية الكبيرة وفي حد تاني ممكن ما يستعملش انت عسل تحملت فترة من الفترات الدغوطات كبير طبعا لأما هي طول ما انت بتلعب في نادي كبير لازم تقبل كويس وتقبل وحيش ايوه انا فيه انتقاضات بتبقى سلبية لو زعلت منها ممكن خلاص بقى مش هاد او بالزبط كده مش تادي اه فهو اللي جانت زمانك او هيروح النادي لازم يبقى عارف انه هو تحت اضواء دايما بدمور كبير جدا تحت ضغط امتى انت اتأثرت بقى يعني امتى ما قدرتش تستحمل قلت لقى يا جماعة انا مظلوم انا هنا مظلوم بقى والله يعني انا مش مش يعني انا مش مش عايز اتكلم عن نفس كتير بس انا ما جاتليش فترة قلت انا مسلا لقى جماعنا اللي انتقاضك كتير انا مش عايز علعب ما بتحصلش ما بتسمعش لا لا بسمع لا بس بتركيز اغصر اوه لا هفضل في الملعب يعني ان شاء الله هنلعب رد مدريد بكرة لا اهلعبي انا مش مش هقعد في البيت مسلا او مش هقل لي مش هلعب مصر داعش هنسبش اشتمني مسلا او لا ما قوليش ما جاتش فيها طبعا هو اللي يعمل كده يبقى ضعيف مايلعبش أهلي وزمالك لا صح مايلعبش ودي مشكلة